الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعد من عمدة الأحكام الحديث السابس والعشرون بعد المئة عن سمي السمي دي على وزنه أيها تمام ما شاء الله من أول واحد قال كذا فعيل معقولة ما شاء الله وسلم بالله عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين نحن نقول لهم بس كده نفسنا نتخيل أننا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلا على طاعة يتصور أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الطاعة يا مصطفى أنا عاوزي اللي يكلم أكتب اسم يعني أنت البسؤول بصل بس يا مصطفى أنت مسؤول أيها أيها أنت مسؤول عن الأمن عندك اللي يكلم أكتب اسم ماشي برك الله فيك فالمطيع المطيع الذي في بين أظهرنا هو مطيع يقينا لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أيضا مطيعا والمنحرف في أيامنا تلك لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أيضا منحرفا هنريد أن نتخيل كده أن نحن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود واحد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش كنت أحب أحسن من كده بيكذب ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان هناك أيضا كان هناك المنافقون وهناك القفار ماذا كده يا أخواننا كانوا موجودين هل نفعهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا إبقى أهل الطاعة في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم معين لهم في طاعتهم وذك يا سلام لو كنا بأنا لو كاننا بكم موجود كنا عملنا إيه ما شاء الله لختيلا بالله كنا اكتهدنا بس لن نصل أيضا لما وصل له الصحابة فالمترنحون في طرقات الضلالة في هذه الأيام يعلموا أنهم من أتعص الخلق وأنهم من أشقى الخلق لأن ربنا عز وجل طامس على ألوبهم ولو كان النبي موجودا لأنزل الله تعالى فيهم قرآنا فذيما يا أخواني أولو الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا نهدان الله والله لم يشوف الشباب الصغير الجميل ده اللي هو في إعداده وثنه وابتدائي وقول ما شاء الله حتى لو أحدثه جلبة في المسجد ما شاء الله جزاهم الله خير يا ما فيه هناك ناس في سنهم يتيهون في الشوارع ويبارزون الله تعالى بالمعصي ويا ما فيه هناك أناس كالثعابين الملتوية يتحركون دون أن تسمع لهم حس كالثعابين ولكنهم يلدغون الصالحين سبحان الله فأولادنا حتى إخواننا لو عملوا بعض شاءوا في المسجد وضوضأوا البتاع نتحمل هذا الأمر لأن كمان سنتين ثلاثة الأولاد دولت هيبوا رجالة ولما هيبوا رجالة هيولفهم على بيوت الله ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ومنهم إيه شاب عمل إيه أخواننا فكروني كده ناشا يعني إيه كلمة ناشا دي يعني إحنا وقفنا له بالنبوت كل يخش المسجد نديله بالنبوت فوق دماغه لعنت لما بقى شاب دخل ده لا يمكن أمال إيه المعناه أنه هو يعتاد المساجد ويمكث في المساجد ويرتبط بالمسجد لغاية لما قلبه ده تعلق بالمسجد بقى أحسن مكان في حياته هو لإيه المسجد لو إيرف زهق عاوز إنه هو يفر يعتزل شوية لن يجد هناك مكان أفضل من المسجد الشاب ده هيبقى من جملة الشباب أو جملة الأصناف السبعة الذين يظلهم الله إيه في ظله يا سلام شو بقى لما يكون الشمس تقترب من رؤوس العباد لغاية لما يكون ما بين الشمس ورأسك إلا ميل الميل اللي هو كيلو 600 متر أو إن الميل اللي هو العصاة الصغيرة اللي تتحطي في المرود ويتكحل بها ديد أو ديد طب إحنا دلوقتي بيننا وبين الشمس زي هم هم بيقولوا كم مليون سنة ضوئية ومع ذلك من شغل التكيفات والدنيا مولعة ومش مستحمل النفسين وماليوم القيام بقى في عرصات يوم القيام لو أنت لحطيت إدك فراسك كده هتلمس الشمس تعمل إيه بقى ولذلك الله صلى الله عليه وسلم قال وعندئذ يسيق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم على قدر أعمالهم في هذا الوقت المهول عرق وتعب وصراق وألم وشمس حر سبحان الله وتكيد الجلود تكاد الجلود أن تسيل على الوجوه من شدة الحر في طائفة كده بقى ربنا بظله في ظله منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله طب هنجيبه أزاي ده هنجيبه ازاي إذا لابد أن احنا نتحمل الأولاد الصواردري شوية نتحملهم شوية لقوا لقوا لعبوا شوية هيصوا شوية صلوا ركاتين ونامهم وبعد كده بيمكروا معنا شوية ماشي كويس حيل يعني واحد يقول لك أنهم يوظلوا نايمين واول ما جي يركع يوم جري يوم لحي الركوع ماشي مشكلة او ينام وركع التاني يلحفها الركوع ويروح يوم جيب بعد كده ايه ركع طب دي احسن ولا الضال الذي يهيم على وجهه كالحشرات في الشوارع هم احسن ولا دول احسن دول احسن يبقى نشتله ونحببهم في المساجد ونحببهم في الصلاة ونحببهم في مجالس العلم لان دول ان شاء الله هم الامل اللي جاي ان شاء الله ماشي الحال يا اخواني وبالتالي ابناءنا الصغيرين اي تصرف فيه جدة بالنسبة لهم المقصود ان احنا نعلمكم الاخشوشان مش ده عقوبة دي نوع من التربية خالد ابن الوليد كان صغير اظهر من سنكه كده وكان بيعمل ازاي كان لا يأكله من اكل بيته ومالكا بيأكل ازاي كان يذهب فيصيد ويأكل من صيده مع رغم من خالد ابن الوليد ابوه الوليد ابن المغيرة من اكبر اغنياء قريش لو كل يوم عاوز يأكل بقرة ما شوية هيأكل بقرة ما شوية لكن ما كانش بيأكل من بيته يرح يصد غزالة ارنب ضب ولذاك لما قدمي الضب الى النبي صلى الله عليه وسلم الضب كده زي تمسح الصغير النبي صلى الله عليه وسلم مين خالد ابن الوليد اخشوشان ده اخشوشان فلما بعض الاخوان الكبار يعملوا بعض اخوان الصغيرين بنوع من الاخشوشان لا يقصدون بذلك العقوبة وانما يقصدون بذلك ان يدربوهم على ايه على الاخشوشان عشان يطلقوا كده جمدين وصلبين ما يبقاش كده مرق وكده وخرع ما ينفعش ما ينفعش طب مش عايزين نمشي في السكن كثير عشان ما نطوالش عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قالوا يصلون كما مصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح اللي هو راو الحديث عن أبو يريرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر لما يكون إنسان فقير ومع ذلك ينافس من الأغنياء فقير وينافس الأغنياء لابد المجتمع الإسلامي يقوم على المنافسة في فعل الخيرات مش المنافسة في فعل المنكرات ابنك مثلا يشوف واحد مسأط بنطلون يقول مسأط بنطلون زيه يشوف واحد حالق لحيته أو لحلق لحيته زيه يشوف واحد مثلا بعكس بنات وماشي ضل مضل يقول أبقى زيه المجتمع إذا تنافس في المنكرات فسد المجتمع وسقط يؤعى ولذلك الحضارة الأوروبية هي حضارة عمرها قصير الحضارات بتقعد بألاف السنين هذه الحضارة الإسلامية أعدت أكثر من ألف سنة وإن شاء الله ستأتي عما قريب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الحضارة الهيلنية الفينقية أشورية إغريقية بابلية هندية كل الحضارات دي بتقعد بألاف السنين طب الحضارة الأوروبية والأمريكية من سنة كام من القرن السابع عشر يعني عمرها كم سنة تلتمائة سنة الحضارة الأوروبية الحديثة دي عمرها تلتمائة سنة وهي مرشحة بالانهيار يعني بإذن الملك الواحد الأحد الأولاد من الصغيرين دول لما يقف سننا هتكون الحضارة الأوروبية دي صارت في سلة الزبال إن شاء الله إن شاء الله عز وجل يبقى لن تتم إن شاء الله 500 سنة الحضارة الأوروبية دي كل عوامل الضعف والتآكل دب فيها وأكثر عامل من عوامل الضعف والتآكل الفساد الأخلاقي الفساد الأخلاق هذه المجتمعات بتمارس كل أنواع الفساد الأخلاقي ليس عندهم ضمير ولا دين ولا أخلاق لا يوجد أبدا وبالتالي ستنهار سريعا أما المجتمع المسلم فبيمتاز بالتماسك وأعظم وشيجة من هذا التماسك الوشيجة الأخلاقية المردها إلى الدين لما يجي رجل فقير والنبي صلى الله يركبه يا خيل الله يركبه والناس بدأ تتجهز لغزو التبوك الفقراء لعندهم ركوبة يركبوها ولعندهم سلاح يجتلوه قالوا الحمد لله ربنا جانا بقى نحن نخرج في الحر والشمس ونقعد بقى قالوا كلام ده أبدا وإنما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله يطلبون أن يجدوا شيئا يركبون عليه فلما لم يجدوا شيئا انصرفوا من عند رسول الله صلى الله قال الله وأعينهم تفيضوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون بعيط بالدموع أنهم مش هيشاركوا في هذا الخير نحن رايحين هنمشي ألف كيلو على رجلين وهنقاب الأمريكا هنقاتل أمريكا والدنيا حر مولعا وانت فقراء طيما تعودهم لا عاوزين يطلعهم يشاركوا فعندما فقدوا الظهرة الذي يركبون مش لقين الحاج يركبوها باكم بالدموع حزنا حزنا فكذلك الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أهل الغنى بأهل الغنى والدثور لأنهم أصحاب رياش وثياب وطعام وأموال ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم لأنهم معرفين أن الجنة تنال بماذا تنال بالعمل فالناس الأغنية بتتصدق وبتأكل وبتشرب وبتنفق وبتعد الجهاد وبتأتق رقاب بيعملوا خيرات كتيرة والفقر ما بيعملوا غاش وسيأتي بين ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك إزاي قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يبقون أحسن مننا ويزبقون ودرجتهم في الجنة تبقى أعلى وأحسن مننا شوف بيبصل إيه إن أهل الغنى دول هيزبقون في الجنة وتبقى درجتهم في الجنة أحسن من درجتنا فبنعمل إيه رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من الأغنياء هؤلاء وتزبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله أيها يا رسول الله قال تسبحون وتنكبرون وتحمدون دبر كل صلاة دبر يعني بعد السلام ثلاثا وثلاثين مرة الشباب بتاعنا الصغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله يرمحوا في المسجد أنا أعزك ترمحهم بس بعد ما تقولوا إيه أذكار الصلاة أنا أعاوز تقعدوا في مكانكم وتقولوا أذكار الصلاة وبعد ما تقولوا أذكار الصلاة هنديكم دي أرمح من فوق لتحت ومن تحت الفوق عشر مرات ما فيش مشكلة بس الأول أعودوا مكانكم وأقولوا أذكار الصلاة وأقولوا أذكار الصلاة أحنا في الأحديث اللي فاتت تعلمنا حجات استفر الله استفر الله استفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وبعدين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبعدين تقول آية الكرسي وبعدين تقول سبحان الله تلاتة وثلاثين الحمد لله تلاتة وثلاثين الله أكبر تلاتة وثلاثين وتكمل الإلماء بماذا بماذا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير احنا بقى مش عاوزين من النهاردة من صلاة الظهر بعد التسليم ما فيش حد يتحرك من مكان مش الحل احنا عاوزين نخلي اتنين تلاتة كده من الشباب يكونوا مسؤولين عن ضبط المسألة بتاعة الافكار دي مين بقى منكم يكون مسؤول على مسألة دي طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حتى انت أنس عشر حداشر اتناشر ترتاشر طيب وانتو مش عاوزين خمستاشر ستاشر ايه حد مرة ماشاء الله طيب بإذن الله تعالى كلكم مسؤول كلكم مسؤول يعني ليه كلكم مسؤول يعني كلكم بقى تبصوا على بعض يعني انت في مكانك تسبح بقى وتبص على التاء بص عليكم كلكم ماشي وبحيث انتوا تعودوا تعودوا فقام يكنكم ان شاء الله بعد التحيات جماعة الفقراء بقى لما النبس وصلوا لهم الكلام ده بقى بسطوا قوي قالوا هنسبة مين الاغنياء لكن حدثت المفاجأة العظيمة جدا ايه هي ان الاغنياء سمعوا الموضاء ده فلما سموا الموضاء ده بدأوا يعملوه فلما يعملوه زي الجماعة الفقراء الجماعة الفقراء رجعوا تاني للنبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله ما فيه معدش لنا خصوصية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحديث السابع واليشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبي جانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباج نية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي خميصة الثوب الثوب خميصة هذا ثوب أو كساء كالمفرش مثلا ولكن هذه الخميصة لها أعلام لها أعلام يعني فيها خطوط متقاطعة ومتعانقة زي بيشوف السجادة مثلا تجد فيها أعلام وشكاله ما إلى ذلك فالأعلام أي بها خطوط تميزها سوى بالطول أو بالعرض أو متداخلة أو نحو من ذلك فنظر إلى أعلامها أي إلى هذه الخطوط نظرة كأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها انشغل بهذه الخطوط ولهذا قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم يعني رجعوها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم ويخصد بها بالأنبجانية اللي هو كساء أسود كساء أسود ليس ليس فيه علامة ليس فيه علامة حتى لا يشغل فهذا الكساء الأسود أو الكساء مصنوع من الصوف ليس به أي علامة يكون أدعى إلى عدم شغل الإنسان في صلاة ولذلك في باب الخشوع في الصلاة في هناك أسباب ظاهرة للخشوع وأسباب باطنة للخشوع من جملة الأسباب الظاهرة أن الإنسان لا يصلي وهو يدافع الأخبثين اللقم البلو البراز لأن لو واحد مزنوق وبيصل افترضن الإمام طول شوية بيعمل إبقاء هيبقى كل همه أنه هيبقى متضايق ومتبرر ومتبرم ويفعل الرجل يقصر باطنه بتاعه تفترضن كل ما اليوم يطول شوية كل ما العد التنازول للضجر بتاعه يزيد يا رجل ده هيقدر يفكر في كلام الصلاة ولا مشغول عن كلام الصلاة مشغول وأيضا إذا كان جوعانا ووضع الطعام لأن إنسان الجائع بيبقى المحل مجهول بماذا بالطعام المحل عقله وفكره كله مجهول بالطعام فذا سبب ظاهر لابد من قطعه الأمر الثالث اللي هو أن يكون المكان موائما للصلاة وعظمتها ما يكون مثلا فيها زخرفة تصور أنت كده بالصلي والسجادة مليانة بالزخارف أنت عينك يا طر وأنت بالصلي أنت حطت عينك عن الحتة الزرق وفجأة عينك تلوحة عن الحتة الحمر وفجأة لوحة عن الحتة السود وفجأة عن الحتة البيض وترجع تقعد عينك تزغل في الألوان كله يشغلك ما تشغلك شيء تشغلك تشغلك فدي كلها أسباب ظاهرة تشغلك عن الصلاة في أشغال باطنة إن قلبك يشغل بغير ما تسمع وبغير ما أنت بصدده من حاجات الجميلة لفروض الإنسان يتضرب عليها إنه دائما ينشغل بواجبات الأوقات بواجبات ليه الأوقات يعني أنت في المكتب عندك يبقى أنت دماغك مصروفة لإيه للشغل اللي في المكتب تخش الصلاة ما لكش يدعوه بشغل لإيه المكتب بقى خلاص أنت ماسك الفاس وبتعزق في الأرض يبقى تفكر في الأرض وتفكر هتخلص قمت والأنفار هتأكلهم إيه ومين اللي هيجيب لهم الأكل تفكر في الكلام طب تخش في الصلاة تفكر في الكلام ده لا يبقى كل حاجة لها إيه لها ما يناسمها العجيب أنت بتعمل كده في حياتك كلها مع ده الصلاة العجيب يعني لو رايح عند راجل صيدلي ما يتفكر إلا في العلاج اللي أنت تشتريه لو أنت رايح لراجل نجار مش هتفكر إلا في النجار اللي عاوس تركبها لو رايح مدرسة تقدم لأولادك في المدرسة ما بتفكر إلا في الأوراء المطلوبة في المدرسة مش كده أخواننا كده بيحصل الهيئة الوحيدة اللي أنت بتفكر فيها هي هي الصلاة كم ده يفعل أخواننا يعني كم ده يناسب جلال ربنا تروح تقدم لولادك تنشغل بمصالح هيالك هتعمل نجار لبيتك تنشغل دماغه قاعدت ترفر آخر مرة كنت فيها مع كنت فين يا طر كنت هنا ولا هنا ولا هنا لا ما ينفعش المكان على شوية قرائن كذا وكذا وكذا المهم الغاية لما حصر فين في مكانين وبالفعل دور اتلاقى نعم كل ده في الصالة أمال أمال هيفكر فين هيفكر في اللضاع منه ازاي وفين هتجت هجد وقات يلا في الصلاة فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذهاب الخميصة وأن يأتي بالإنبجانية ابتدأت أبي جه ليه قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ألهتني آنفا عن صلاتي فنسفيد من ذلك أنه لابد من قطع كل عالق وعائق يعلق في قلبك ويعيق ذهنك أن تتفكر في معاني الصلاة الحديث الثامن والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء هذا فيه مشروعية الجمع عند السفر والمقصود في ظهر سير أي إذا كان مسافرا فالمسافر هو الذي يركب ولذلك عبر عن الركوبة بكلمة ظهر وهذا الظهر يسير به فقال فقال ظهر سير والجمع إما يكون تقديما أو تأخيرا وهناك من أنكر الجمع ولكنه ثابت صحيح وهل الجمع سببه السفر هذا سبب من أسباب السفر السبب الثاني الخوف والسبب الثالث المطر والسبب الرابع المرض والسبب الرابع المرض فهذه أسباب تبيح الجمع هذه أسباب تبيح الجمع العبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال الحديث التاسع والعشرون بعد المئة نعم إذا كان في سفر إبا الجمع مع القصر وإذا كان في الحضر إبا جمع من غير قصر يعني افترضنا مثلا واحد مريض ولا يستطيع أن يصلي الصلاة لوقتها لأي سبب من أسباب ماذا يصنعه هو في الحضر في بيته فيجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر ولكن كان أربعة واربعة أما إذا كان في سفر فالجمع مع مع القصر إذا شرط القصر أن يكون سفرا الحديث الحديث التاسع والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السثر على ركعتين وآبا بكر وعمر وعثمان فهذا يوضح ما قاله الشيخ عبد الرحمن أن القصر فين في السفر وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا الحديث الثلاثون بعد المئة وبه ختام مجلس اليوم عن سهل ابن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أي شيء أو بأي خشب صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك بقوله من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة طرفاء الغابة موجودة في المدينة وهي عالية أي منطقة من عوالي المدينة أي من مناطق المدينة وسميت بالغابة لالتفاف أشجارها وأغصانها ودائما الغابات بتمتاز أن أشجارها بتبقى أشجار مستقيمة وقفة حتى لو أزيحت الأغصان تجد أن هود الشجر عمز العمود بالضبط مستقيم ولذلك في بعض الدول الأفريقية اللي فيها غابات عمويد النور لا تصنع من المعدن زي عندنا كذا وإنما كل عمويد النور منين خشب شجر كلام ده رأينا يعني الدول الأفريقية اللي فيها غابات كلها عند عمويد الكهرباء عبارة عن شجر وكلام ده أيام زمان كان عندنا بالفعل أيام زمان بالفعل صح كان موجود كم ده زمان وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه أي قام عليه يعني قام على على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وده يدول برضك إن الدرج بتاع المنبر كان درج ما كانش يدوبك يعني الواحد يقف أحيانا على بعض المنابر نص رجلك على الدرج والنص التانية طيرة في الهوم بتبقى مأساة يعني اللهم استعان يخسي دي وسحة شوية يقولك عشان ما ناخدش من الصفوف لا درج اللي تشعر بأنه ياخد راحته على الدرج واللي درجة النو إنه بيصلي على المنبر صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلفه ثم ركع فنزل القهقرة يعني نزل بظهر القهقرة يعني نزل بظهر عشان واجه يكون في في الإبل حتى سجد في أصل المنبر وأصل كل شيء أسفله يبقى أصل المنبر له أسفل المنبر ثم عاد أي إلى المنبر حتى فرغ من صلاته يعني كل صلاة صلى الله على المنبر حتى يراه الناس بس عند السجود يوم يرجع بظهره ويسجد بعد يخلص السجود يطلع فين على المنبر مرة ثانية ثم أقبال على الناس بعد أنها صلاته فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي نقول بقى الحديث الحديث وثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل هذا الحديث إسدل به على وجوب غسل الجمعة وهذا قول بعض أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب وسذل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا الحديث في بعض السنن وإسناده صحيح فقالوا هذا يدل على أفضلية الغسل هذا يدل على أفضلية الغسل أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فالمقصود بالواجب هنا أي لازم وهذا مصروف بهذا الخبر فالقولان موجودان نكتفي بهذا القدر ويعني نسى الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يتم علينا نعمته ظاهرة وباطنة وسيكون هذا المجلس الأخير أيضا من عمدة الأحكام إن شاء الله يوم الجمعة اليوم بيبدأ من صلاة الفجر من بعد الفجر ده يوم الجمعة وينتهي بالمغرب وينتهي بالمغرب لا بأس وبعض أهل العلم جعلوا أن الغسل هذا مرتبط بالصلاة فشرطوا أن يكون الاغتسال قبل صلاة الجمعة فإذا قالوا غسل الجمعة لم يقل غسل يوم الجمعة وإنما قال غسل الجمعة أي غسل صلاة الجمعة فهي مرتبطة بالصلاة ليست مرتبطة بالزمن فهو الأفضل والأحب والأسن إن شاء الله أن يكون ذلك قبل الصلاة إن شاء الله سواء كان واجبا أو مسحبا شرط القصر مجاوزة المحل يعني مجاوزة المحل أول ما تطلع بالعربية بتاعتك من المنصورة إن شاء الله لو لسه المساكن شايفة قدامك تقصر يعني افترضنا مثلا أنت بسافر قاهرة ووصلت عندي الكمين اللي بتاعها سندوق ده لو اللي فيت كده هتشوف الكبري والمنصور بس أنت زبت المنصور تبدأ إن شاء الله تقصر مساعدة طالما أنت إيه مسافر نعم 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 ايه والفكرة في بعض ناس قالوا الرأي ده بس الأوفق خليك كما قلت لك والله لو صلت الثاني ما أش هقولك لا يبقى أمر حسن إن شاء الله ليس هناك مسافة للسفر فكل ما كان يسمى سفرا في الزمن الأول يسمى سفرا الآن يعني ليس من شرط السفر حصول المشق فأنت ممكن تسافر من مصر تسافر مصر لجدة وتطلع من جدة لدبي وتطلع من دبي لخرطوم وتطلع خرطوم على نيروبي ومن نيروبي تليف في الدنيا كلها من غير أي مشق ولا أي مشق إلا بقى لو نزلت بقى ترزيت بقى وطلعوا عنك بقى ده حاجة تانية بقى لو المساء المشى معاك تلف في العالم غير أي مشق بينما أنت لو روحت عزبة جنب المنصورة تتلطم التلطمات العشر يبقى ترى العزبة اللي بينها وبين المنصورة خمسة كيلو طلع روحك فيه فللذي كانت المساءة بالمشقة يبقى نقصر في العزبة دي لكن المساءة مش متعلقة بالمشقة أيام زمان كان الناس لما تسافر كان إما تسافر ماشي على رجليها أو تركب الظهر تركب خمار تركب حصان والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوه دي وسائل على حسب الناس الغلابة يركبوا خمار الناس المتوسطين المصورين يركبوا إيه؟ البغل عيلة القوم يركبوا إيه؟ الخيل بردك زي زي ما احنا موجودين بردك نفس الشيء كده كل واحد الحسب إيه؟ إمكانياته بردك زيها كده طب لو واحد راكب خمار ومسافر القاهرة من المنصور هيوصل للقاهرة إمتى؟ وطب الدنيا حر وما إلى ذلك هيوصل القاهرة بعد دي من هنا القاهرة 120 كيلو الحمار سرعته مثلا مثلا يعني 15 كيلو أو 20 كيلو في الساعة إبا يوصل القاهرة بعد كم ساعة؟ 6 ساعات ولذلك كان الناس إذا سافرهم تزودوا لأسفاره ياخد معقولة وشوية إيهش كده في كيس زي بتاعة الددائم زمان وخبالك وشوية بصل والبتاع يتزود للإيه؟ للسفر بتاعه يتزود وكان كثير من الناس إذا سافروا يسافرون على أقدامهم بيمشوا على رجلهم إلى عهد قريب كان الناس يحجون على ظهر الخيل والحمير والإبل لغت عهد قريب يعني جدي حج على ظهر الجمل العهد قريب يعني مئة سنة مثلا مئة سنة وإلى الآن فيه هناك ناس يذهبون إلى حج على أقدامه ويظنون أن هذا قرب إلى الله لسيما بتوع الهند وباكستان والمناطق النجدي يخدها كعابي لغاية السعودية كعابي على رجليه إيه خرج من مورتاني أو حج على ظهر الجمل على ظهر الجمل يبا الأصفار أيام زمان كان فيها مشقة بالفعل وكانوا يتزودون لها وكانوا يتزودون لها كم معظم الناس بيمشوا على رجليه يعني افترضنا مثلا واحد مند كرنس جاي المنصور مش هيركب إذا كان رايح من إثيوبيا للسعودية على رجليه يبا مند كرنس المنصورة يبا دي ولا أي حاجة طيب مند كرنس المنصورة ياخدها فد ياخدها مثلا في ثلاث ساعات ماشي طيب الثلاث ساعات ماشي دولة هيحتاج تزود المش ماحتاج هيحتاج معشوط مية وأكل وما إلى ذلك فكل ما يسمى سفر عرفا أي في عرف الأوائل مش في عرفنا دلوقت مش دلوقت أنا ممكن أقولك أنا رايح السعودية فيه هناك ناس السعودية يعني عندهم أو حتى الإمارات يعني فيه ناس بتسافر كل يوم الإمارات مواصلة تجي بتوصل حاجات وبترجع بتوصل فلوس وترجع بشوة محمولات وعيشين كل يوم رايح جاي رايح جاي ده بيقولك أنا رايح ما يقولكش أنا مسافر بيقولك أنا رايح لإمارات بينما لو واحد في العزبة أول مرة في حياة ويروح المنصور يقولك أنا مسافر المنصور إيبا إذا المسألة مش متعلقة بإصلاحات الناس دلوقت ولكن بما كان عليه الناس قديما سبحانك اللهم سبحانك اللهم نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة للقصر فطالما أنت على سفر فأنت تقصر الصلاة أما إذا استوطنت المكان وقمت فيه بأي صورة كانت تتم صور الإقامة أو الاستوطان منها العمل ومنها الزواج منها العمل ومنها الزواج يعني لو إن فيه هناك واحد من قرية وجاه المنصور طالف الجمع وطالف الجمع هتعتبر المنصورة بالنسبة له ضر إيه ضر إقامة لأنه وأقام هنا أقام هنا طب لو واحد تزوج وبعد بتزوج شاف شاء فوق صدوه وعاد فيه للدولات المنصورة شاء ألف ونصر وإخلاف إيبا أيضا هذي يتم الصلاة نعم مسألة ذهب أهل الدثور بالدرجات العولى والنعيم المقيم الأخ بيسأل هل يفهم من ذلك أن الأغنياء يسبقون الفقراء إلى الجنة لا هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا ونهاية التحقيق في هذه المسألة أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء الفقير ما فيش عنده حاجة يتحسب عليه فحسابه يسير وسهل لكن من الذي سيحاسب الغني أني اديتك كذا وديتك كذا وديتك كذا طب أنت عملت سويت إيه إلا إذا لطف الله تعالى به ولم يناقش الحساب فإذا ما دخل الغني الجنة بعد الفقير كان مقامه في الجنة أعلى وأفضل من مقام الفقير ده الخلاصة اللي انتهى إليها شيخ الإسلام ابن القيم جامعا بين اختلاف العلماء في هذه المسألة والله انت لا تنظر إلى حديث واحد من جهة واحدة لأن الذي ينظر إلى حديث واحد في الباب كمن ينظر إلى جهة دون أخرى لابد أن تجمع الأخبار كلها احنا عندنا في الإصلاحات عندنا إصلاحات جمع النصوص والجمع بين النصوص الفرق من الإصلاحين دول أما جمع النصوص أن تجمع النصوص الواردة ذات الصلة فتفهمها فهما واحدا أما الجمع بين النصوص أن تأتي النصوص في ظاهرها التعارب فتزيل هذا التعارب بأي سبب كان كما هو معروف عند أهل الأصول نكتفي بهذا القدر ترجمة نانسي قنقر